اهلا بكم مشاهدين في جولتين جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسواق حيث نطلع عليكم كل يوم خميس في الساعة السادسة مساء رجال الأعمال شخصيات متنوعة في أسلوبها ونجاحها إلا أن هناك شخصيات تترك بصمة واضحة وتستمر في العطاء من دافع إنساني واجتماعي قبل أن يكون اقتصادي ضيفنا لهذه الحلقة شخصية ناجحة وصاحب نظرة ثاقبة فاجأ كل التوقعات فرغم أنه لم يكن ضمن الأسماء المتداولة في قطاع الاتصالات الأردني وذلك لانشغاله في العمل خارج البلاد إلا أنه استطاع وبكل ريادية أن يقدم النموذج الأمثل لرجل الأعمال الناجح ضيف حلقتنا لهذا المساء هو الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن الدكتور أحمد الهنند أهلا بك دكتور أهلا بك وأهلا وسهلا بكم ومساء الخير لجميع ولكل المشاهدين ومنرحب بكم في بيتكم ووسط عائلتكم زين شكرا لك دكتور بداية سنبدأ حلقتنا بالحديث عن ريادة الأعمال والتي تحدث عنها جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا حدثنا عن هذا الموضوع لو سمحت لصراحة رؤية سيدنا بما يخص ريادة الأعمال وبما يخص تعظيم الاستفادة من الثورة التكنولوجية ما بدأت حديثا هي هذه رؤية ابتدأها جلالة سيدنا منذ تولي الحكم شاف الأردن يزخر بطاقات بشرية هائلة شاف الأردن أمام تحديات اقتصادية شاف الأردن مجتمع يافع شاب الأعمار الصغيرة بتمثل نسبة الأعظم من المجتمع الأردني ومن هون وضع حجر الأساس لتطوير بيئة حاضنة لريادة الأعمال حاضنة للابتكار حاضنة للابداع ووضع الأردن على خريطة ريادة الأعمال على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم الأردن بهذا المجال حقق نتائج مبهرة على مستوى الوطن العربي يعتبر من أكثر الأسواق فعالية في مجال ريادة الأعمال ومن أكثر الأسواق الواعدة في مجال ريادة الأعمال ونافس عالميا في كثير من المشاريع التي تم إنشاءها واحتضانها داخل الأردن وأذكر منهم مكتوب ومؤخرا أسواق سوق دوت كوم فبالتالي جلالة سيدنا وضع حجر الأساس من فترة طويلة للأسف دخلنا بمرحلة الربيع العربي ودخلنا بمرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية وراها يجعل طول الربيع العربي وتداعيات الربيع العربي هذا خلنا شوي نتأخر بتنفيذ الخطة التي وضعت لجعل الأردن في مقدمة الدول في مجال ريادة الأعمال ولكن الآن الحمد لله رب العالمين الأردن أثبت استقراره اقتصاديا أثبت استقراره سياسيا واجتماعيا وأثبت أن دولة تنعم بالأمن والأمان ووحدة شعبها وترابطه وارتباطه الوثيق مع قيادته ومن هون أصبح لابد من إعادة تفعيل خطة بناء أردن ريادي أردن حاضن للمشاريع الريادية حاضن للطاقات الشبابية وأصبح النداء اليوم لكل الجهات والقطاعات اللي عاملة في الأردن إنها تنضم لهذه المسيرة وإنها تسد الفجوة أو تجسر الفجوة ما بينها وما بين قطاع ريادة الأعمال وما بينها وما بين قطاع الشبابي في الأردن لأنه مستقبلنا في الشباب ومستقبل الشباب في الريادة والإبداع والابتكار وبنفس الوقت الأردن جاهز من الناحية الفنية جاهز من ناحية البنية التحتية تكنولوجيا والأعين تترقب اللي عم بصير بالأردن عم بتشوف النجاحات اللي عم بتصير بالأردن عم بتشوف المشاريع اللي عم تطلع من الأردن ولابد من عملية تسريع في عدد ونوعية وجودة هذه المشاريع اللي عم تطلع من الأردن سيدنا عمل جهود كبيرة في تسويق الأردن عالميا في هذا المجال وعم نشوف في صندوق الاستثمار العالمية عم تتوجه للأردن وعم بتشوف المشاريع الأردنية عم شوف مشاريع أردنية عم بمثل الأردن على مستوى العالم وعم بنجحوا على مستوى العالم فيه كثير لازم ينامل عم نشوف جو إيجابي عم نشوف مجموعة كبيرة من قطاعات من شركات القطاع الخاص عم تدخل في هذا المجال لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم وتنمية أفكارهم ووضعها على حيز التنفيذ وصراحة احنا متفقلين جدا في مستقبل الاقتصاد الأردني المبني على الاقتصاد المعرفي وعلى ريادة الأعمال وعلى الابتكار وعلى الإبداع واللي مبني على طاقات وإبداعات شباب الأردن اللي عم نشوف منهم صراحة أفكار يعني إذا تم البناء عليها رح نشوف تحول كامل في بيئة الأعمال بالأردن ورح نشوف تحول كامل في قدرات الأردن التصديرية للمشاريع وبالذات بتخصصنا والتي هو التكنولوجيا المعلومات والاتصالات نعم دكتور برأيك ما مدى مساهمة الاستثمار في قطاع الاتصالات في رفض الاقتصاد الأردني الصراحة الأردن يعتبر من أكثر الدول في المنطقة تقدما من ناحية البنية التحتيية للاتصالات قطاع الاتصالات وضع حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات في العشر سنين الأخيرة كان حجم مخيف الأردن من الدول التي تعتبر مغطاة تقريبا أكثر من 95% بشبكة الإنترنت بتقدم أكثر من نوع من التكنولوجيا بتقدم ساعات وسرعات مختلفة والشبكات الموجودة والساعات الموجودة والقدرات البنية التحتية الموجودة ممكن تستوعب التحول الاقتصادي أو التحول الرقمي اللي مطلوب بالأردن فمساهمة هاي الاستثمارات أنه اليوم نحن نسبة انتشار خدمات الاتصالات عم نحكي عن تقريبا 150-160% نسبة انتشار الإنترنت كمستخدمين عم تتجاوز الـ 70-75% نسبة انتشار الهواتف الذكية في الأردن عم بيتعدى على شبكتنا نحن عم بيتعدى الـ 60% والـ 65% فبالتالي في تحول حتى في سلوك المستخدم عم بتحولوا للحلول الذكية عم بتحولوا للخدمات الذكية في عم تحول كبير باستخدام الإنترنت في الأردن مشان أعطيكي فكرة بسيطة بسنة 2011 لما زين أطلقت خدمات الجيل الثالث وقررت زين أن تطلق خدمات الجيل الثالث في كل محافظات المملكة فأطلقنا على مستوى المملكة وكانت أول خدمة إنترنت تطلق على مستوى المملكة في جميع المحافظات الصراحة النتائج وحجم الطلب على خدمات الإنترنت فق كل التوقعات الأردنيين متعطشين للتكنولوجيا متعطشين للإنترنت متعطشين لاستخدام التكنولوجيا ومتعطشين لدخول التكنولوجيا في حياتهم اليومية بنهاية 2011 كان حجم استخدام على شبكة الإنترنت بكل أنحاء المملكة من كل المستخدمين نحكي عن 23 تيرابايت باليوم هذا بنهاية 2011 بنهاية 2015 وصل حجم الاستخدام اليومي للإنترنت بالأردن على شبكتنا فقط لتقريبا 350 تيرابايت باليوم هذا بـ 2012-2015 بشهر 6-2016 كان 500 تيرابايت باليوم فبالتالي هذا بيورجيكي حجم الاستخدام المخيف لخدمات الانترنت بالأردن هذا التحول في سلوك المستخدمين هو حجر الأساس بالنسبة لنا للتحول للاقتصاد المعرفي والتحول للخدمات الرقمية بكل القطاعات التي تقدم خدماتها للأفراد التي يستخدمون شبكات الانترنت اليوم الشبكة البنية التحتية جاهزة المستخدمين جاهزين الدور علينا قطاعات عاملة بالقطاع الخاص أو شركات عاملة بالقطاع الخاص وكذلك على الحكومة الأردنية أن يتحولوا بخدماتهم إلى الخدمات الرقمية واليوم نحكي عن زمان كنا نحكي عن الحكومة الإلكترونية الحكومة الإلكترونية أصبحت المفهوم القديم للتحول في تقديم الخدمات اليوم صرنا نحكي عن الحكومات الذكية ونحكي عن التحول إلى أن نقدم الخدمات من خلال الأجهزة الذكية الموجودة بين إيدي الناس ولنسبة انتشارها عالية جدا نعم دكتور ذكرت قبل قليل عن البنية التحتية أريد تقييمك للبنية التحتية في الأردن وهل هي قادرة على تقديم الأفضل والخدمة بجودة عالية وخصوصا خدمة الفايبر الحقيقة بالنسبة للبنية التحتية الموجودة في الأردن عندها القدرة الكاملة أن تستوعب الاحتياجات المطلوبة وعندها القدرة للاستجابة على الزيادة في حجم الطلب على الخدمات البنية التحتية الموجودة مرنة باستجابتها للتغير في حجم الطلب وقادرة على التوسع بشكل كبير خدمات الفايبر والتي بدأتها زين بالعام 2012 بمرحلة تجربية باستخدام الفايبر ترنشنج نحن نسميه واللي هو منقدر نوصل بالحفر السريع فيه لمناطق معينة اليوم وصلنا لطبعاً بالبداية كان حجم الطلب عليه بسبب توفر الخدمات وسيعات وسرعات مختلفة من زين برضو بالثري جي و بالفور جي للويرلس لبينما صار حجم الطلب اليوم مع ازدياد حجم الطلب صورنا نغطي تسع مناطق بعمان الخطة أنه نغطي جزء كبير من عمان بنهاية العام 2017 ورح ننطلق خارج عمان للمحافظات بتغطية الفايبر ابتداء من العام 2018 وهذا كله تحضيراً للزيادة في حجم الطلب في المرحلة المقبلة زي ما قلتلك حجم الطلب على الساعات والسرعات كبير وعن بالضعف فبالتالي احنا شبكتنا لازم تكون جاهزة لاستيعاب الطلب ودائماً منعمل تقديراتنا لخمس سنين لقدنامه مناخد أعلى نسبة من حجم الطلب اللي ممكن يزيد فيها وببناءاً عليها منبني شبكتنا ومنحط استثماراتنا على أرض الواقع نعم خطتكم المستقبلية في التوسع هل لك أن تذكر لي؟ صراحة كل شركات الاتصالات وبما فيهم احنا أمام التحدي الرئيسي وهو عملية التحول في قطاع الاتصالات تكنولوجيا معلومات عملية التغير الكبيرة في سلوك المستخدمين وزيادة الاعتمادية على الانترنت ازدياد حجم التوقعات من المستخدمين لشبكاتنا وطلبهم المستمر بتقديم الخدمات الإضافية التحول هدفه خلق مصادر دخل جديدة لشركات الاتصالات بسبب قلة الطلب على الخدمات التقليدية من صوت ورسائل نصية والهدف الثاني هو إثراء تجربة المشتركين مع شركات الاتصالات بتقديم خدمات قيمة مضافة تثري تجربتهم وتعظم قيمة الاشتراك اللي عم بيدفعوه بشركة الاتصالات اليوم اللي احنا منسميه المخصص اللي بيدفعه المواطن لشركة الاتصالات ثابت مش متغير ما بزيد ليدفع الخدمات التقليدية بيقل بسبب المنافسة ودرجة التنافسية العالية بالأردن المطلوب انه اليوم اذا انا عندي ميت دينار بدي اصرفهم وعن بصرف على الاتصالات عشر دنانير وتسعين دينار بصرفهم في مجالات أخرى شركة الاتصالات بطلت تتركز على العشر دنانير وما لازم تركز على العشر دنانير انه هي حتقل للعشر دنانير ما حتزيد لازم نركز وين بيصرف التسعين دينار التانين وشو أنا بقدر أقدم له خيار بديل بحيث أنه أنا أقدر أستفيد أنه يصرف معي أكتر من 10 دنانير وبالنهاية مع التحول التكنولوجي ومع زيادة الاعتمادية على الإنترنت هذا أعطانا الفرصة لشركات الاتصالات أنه إحنا نقدم خدمات القيم المضافة وأنه إحنا نكون شريك استراتيجي للعديد من الشركاء الاستراتيجيين اللي معنا وسعيد جدا أنه في جزء كبير منهم من ريادين الأعمال بالأردن اللي عم بقدموا خدمات من خلال شبكتنا وبالتالي عم نسهل حياة المواطن عم نوفر للمواطن خدمات بديلة بسعر أفضل من هو السعر اللي عم بيدفعه لو ما استخدم الخدمة المطلقة على شبكتنا وهاي العملية مستمرة إحنا شفناها من خمس سنين ست سنين وضعنا كل خططنا لنكون جاهزين لهاي العملية التحول فبالتالي اليوم الحمد لله العملية عم بتتم بكل يسر وبكل سهولة في زين الأردن بنيتنا التحتية جاهزة السعات والسرعات اللي نقدمها جاهزة الفريق اللي عندنا مدرب ومختص بهذا الموضوع الشراكات الاستراتيجية عندنا كبيرة وغنية اليوم منقدر نستجيب للطلب الحالي ومنقدر نستجيب لزيادة الطلب أو حتى لتغير الطلب مش بس هيك احنا اطلعنا حتى على اللي احنا بنسميها الديموغرافي تبع الأردن طلعنا على فئة الشباب وخصصنا لفئة الشباب بفريق مختص يتطلع بيشوف متطلبات الشباب ولقينا انه فئة الشباب متطلباتهم مختلفة والبناء لإلهم لازم يكون بطريقة مختلفة والحلول اللي بنقدم لهم إياها حلول مختلفة عن الحلول التقليدية فحتى فئة الشباب عم تاخذ حيز كبير من تطوير الأعمال عندنا وفريقنا جاهز وعم بتواصل بشكل مستمر مع الشباب سواء كانوا طلاب المدارس أو كانوا طلاب الجامعات أو حتى حدثين التخرج أو الرياديين والشركات الناشئة نعم مشاهدين فاصل قصير ونعود لمتابعة برنامج أسواق ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد وضيف حلقتنا لهذا المساء الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن الدكتور أحمد الهنندا دكتور أريد أن أسألك الآن عن دور شركة زين خصوصا في موضوع ريادة الأعمال بشكرا ستي على هذا السؤال والصراحة بالعام 2013 أخذنا قرار بزين نتحول من الدعم الغير مباشر لريادة الأعمال والرياديين بالوعدن وتوجهنا نحو الدعم المباشر الصراحة كانت اللي حفزنا لهذا الشي هو مقال قرأنا لأحد قادة ريادة الأعمال بالوطن العربي فادي غندور اللي كتب فيه عن قسم ريادة الأعمال داخل المؤسسات وشركات الكبرى فحبّرنا الفكرة اتصلنا مع فادي ومن خلال ومضة اجوا لعنا وأسسنا أول قسم مختص بريادة الأعمال في الوطن العربي إذا مش بالعالم كله فأصبح هذا القسم عامل كل شغلوه بنتوجه نحو دعم ريادة الأعمال بالأردن وأنه يكون جزء من البيئة المحيطة والبنية التحتية لريادة الأعمال في الأردن فبدأنا بمصابقة اخترنا فيها مجموعة من ريادين الأعمال ودعمناهم ماديا لتنفيذ أفكارهم والحمد لله ستة منهم اليوم بدأوا هم بال2014 ستة منهم شركات موجودة عاملة في الأردن وبتعين موظفين في الأردن من هون ومع تعاملنا مع ريادة الأعمال لقينا أنه إحنا شركة كثير كبيرة ووصول الشباب لإلنا صعب وارتباطهم معنا فيه عوائق كثير فقررنا أنه إحنا نأسس وشفنا متطلباتهم فقررنا نأسس منصة خاصة بالإبداع تسهل تواصل الرياديين والشباب مع شركة زين سواء كان مع أصحاب القرار في الشركة من مدراء تنفيذيين أو من رئيس تنفيذي للشركة أو مع الأقسام المختلفة داخل الشركة ومن هون إجت فكرة تأسيس منصة زين للإبداع التي تم تأسيسها وتكرم علينا سيدي جلالة الملك وستي جلالة الملكة بافتتاحها بالعام 2014 وهي بتوفر بيئة عمل للرياديين مجانية ما بدفعوا فيها ولا إشي بتوفر لهم مساحة العمل، بتوفر لهم الإنترنت، بتوفر لهم كل متطلباتهم لتنفيذ أفكارهم وتطوير أفكارهم وبنفس الوقت وفرنا لهم شبكة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين في الأردن وفي خارج الأردن للتشبيك معهم وقنوات تسويقية مع هذول الشركاء الاستراتيجيين بمثل أهم القطاعات العاملة بالأردن الصناعية والقطاعات المالية أو القطاعات الخدمية الموجودة في الأردن إلى جانب صندوق الاستثمار من سيليكون فالي بأمريكا لصندوق الاستثمار الإقليمية عاملة في الوطن العربي إلى جانب صندوق الاستثمار اللي زين عملته للاستثمار في هذول الرياديين أو الاستثمار مع هؤلاء الرياديين بهدف نتأكد أنهم يقدروا ينجحوا أفكارهم ونشوف أفكارهم مشاريع على أرض الواقع ناجحة ومنتجة ومساهمة بالناتج القومي الإجمالي للأردن من مجموعة المشاريع اللي منقوم فيها داخل منصة زين الإبداع إلى جانب توفير المساحة لهم للعمل اللي هي بتعوضهم عن اللي بيسموه سيد فند اللي بياخذها الريادي بداية فكرته مشان يأسس الفكرة احنا منقدم له كل الخدمات بدون ما يحتاج هذا الفند لأنه ما بيضطر يتفع معنا ولا إشي عم نفتح له قنوات تسويقية بنفس الوقت عم نقيم مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات اللي بتساهم بيسق المهارات الرياديين بتوسيع خبرتهم تشاركية مع مجموعة كبيرة من المشاريع الناجحة متحدثين من مختلف أنحاء العالم من تأسيس منصة زين للإبداع لليوم عقدنا أكثر من 400 فعالية حضرها عدد كبير من علماء ناسا لمدراء تنفيذيين بشركات كبرى بالعالم لا سياسيين فاستفادوا منها الشركات الناشئة اللي عاملة من خلال منصة زين للإبداع وبناء على النجاح اللي حققته منصة زين للإبداع وأصبحت من قادة حركة الريادة في الأردن واستجابة لطلبات أهلنا وأبنائنا وإخواننا بالمحافظات سيتم افتتاح منصة زين للإبداع بالجامعة الأردنية قريبا وبجامعة ليرموك وفي منصة زين للإبداع ستكون بجامعة البلقة على السنة الجاي وفي حديث بيننا وبين الجامعة الهاشمية لإنشاء منصة زين للإبداع لتوسيع وتعظيم الفائدة من هذه المنصة لكل المحافظات الأردنية إن شاء الله تقريبا 120 مشروع ريادي استفادوا بشكل مباشر من منصة زين للإبداع العديد منهم ضعف هذا العدد استفاد بطريقة غير مباشرة تقريبا 40 شركة ريادية وقعت عقود مع زين كعميل لإلهم أو شريك في إطلاق خدمتهم وسعيد أني أتحدث عن آخر نشاط قمنا فيه وبدي أشكر فيه كل اللي كانوا معنا بهذا النشاط اخترنا 26 مشروع ريادي وعملنا لهم زي الملتقة وصراحة حطينا أسماء 60 شركة في الأردن بمثل قطاعات مختلفة وقلنا بنا نحكي مع الستين على أساس أن يجي عشرة منهم يستثمروا بهذه الشركات الناشئة المفاجأة كانت أنه أول 13 شخص حكينا معهم قالوا طبعا أكيد إحنا مهتمين فحضروا هذه الفعالية والشباب الرياديين عملوا عرضهم أمام هؤلاء المستثمرين وبس خلصوا عرضهم المستثمرين زاروا الرياديين وتحدثوا معهم واستثمروا تقريبا 240 ألف دينار خلال ساعة ومص ب26 مشروع ريادي وهذا إنجاز بحد ذاته وصراحة عطانا دفعة قوية للأمام بشهر 2 2017 بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركات الاستراتيجيين مش رح أشكر أسماء خوفا مني أنا أنسى إي اسم منهم ولكن إحنا كنا جزء من هاي المبادرة كانت مبادرة لاحقة لمبادرة كانت بالصين قبل طلعنا مجموعة من الرياديين نشارك بمؤتمر الاتصالات بالصين تحضيرا للمؤتمر الكبير اللي بصير ببرشلونة اللي صار بشهر 2 وكان لأول مرة الأردن بشارك بمعرض خاص فيه داخل المعرض العالمي للاتصالات في برشلونة هذا اللي بيحضروا 100 ألف شخص بمثلوا كل شركات الاتصالات بالعالم وقادة أعمال بالعالم بمجال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات وكان فيه معنا حوالي 21 شركة ريادية شاركوا صراحة بيرفعوا الرأس وببيضوا الوجه وكان المعرض الأردني حديث كان البوث الأردني حديث المعرض كله والشركات الريادية الأردنية أثبتوا جدارتهم وكفائتهم ما بين أقرانهم من الرياديين اللي بمثلوا دولهم وكنا مبسوطين جدا أنه تم اختيار واحدة من هذه الشركات كأفضل مشروع ريادي واحد من أفضل 20 مشروع ريادي وأخذوا رقم واحد صراحة من بين العشرين مشروع وبنفس الوقت تم دعوتهم للمعرض السنوي لفيسبوك واجتماعهم على الدائرة المستديرة مع المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زيكربيرغ من إعجابهم بنوعية المشروع الريادي الأردني فالحمد الله هذه مجموعة من مساهماتنا في ريادة الأعمال والمسيرة مستمرة أصبحت ريادة الأعمال جزء لا يتجزأ من زين عم بتنافس المسئولية الاجتماعية هدفنا أنه المسئولية الاجتماعية التي تأسست من عشرين سنة بزين بهدف دعم المجتمع المدني وخدمة كل القطاعات في المجتمع المدني بدنا ريادة الأعمال تكون مختصة بريادة الأعمال مختصة بالابتكار مختصة بالإبداع وتساهم جنبا إلى جنب مع المسئولية الاجتماعية في خدمة المجتمع الأردني نعم دكتور المسئولية الاجتماعية أنتم من الشركات المتخصصة التي تترك أثر واضح في الشارع الأردني موضوع المسئولية الاجتماعية ما هي برامجكم التي وضعت بهذا الخصوص؟ أنا أبدأ أقول لك إحنا جوازين ما نسميها المسئولية الاجتماعية جوازين ما نسميها قسم الموطنة لأنه إحنا وشبابنا وكل فريق العمل بزين ومن قبل ما أكون أنا موجود بهاي الشركة ولكن هاي من الأشياء اللي خلتني أتمسك بهذا الفريق وأعجب بهذا الفريق هو الشعور المواطني القوي عنده زين من ما تأسست آمنت بشكل كامل أنه هي مواطن داخل هذا المجتمع والمواطن زي ما إله حقوق عليه واجبات وعليه التزامات وآمنوا أنه إحنا لابد أنه إحنا نقول شكرا للمجتمع الأردني لأنه وثق فينا لأنه دعمنا لأنه ساهم بالنجاح اللي إحنا وصلنا له ومن هون تأسس قسم اللي معروف بالمسؤولية الاجتماعية واللي إحنا منسميه قسم المواطنة لأنه منعتبر دورنا اللي من قديه تجاه المجتمع هو واجب وطني مش مش تبرع مشان هيك منتجنب نستخدم كلمة التبرع منتجنب نستخدم الكلمات اللي هي لأنه هذا إحنا منعتبره واجب ومسؤولية إذا إحنا ما قمنا بهذا الدور وكل مواطن أردني سواء كان فرد أو مؤسسة ما قام بهذا الدور رح يكون في عنا مشكلة أنه إحنا نحقق الهدف المرجو ونوصل للأهداف اللي مطلوبة سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو حتى سياسيا فمن هون قسم المواطنة على مر سنين عمل برامج تنمية مستدامة خاصة بالشركة غطت تقريبا كل القطاعات المجتمعية المختلفة فكان عنا مساهمات فمساهماتنا بتغطي ومش كان عنا لازالت المساهمات مستمرة أول شيء إحنا مساهماتنا تساوي تقريبا 5% من أرباحنا السنوية بنفس الوقت عم من ساهم في قطاع التعليم بمبادرات مختلفة عم من ساهم بقطاع الصحة بمبادرات مختلفة عم من ساهم بقطاع الرياضة بمبادرات مختلفة عم من ساهم بالقطاع الشبابي بمبادرات مختلفة منها ريادة الأعمال وفي مبادرات تانية كثير غير ريادة الأعمال التي تختص بالشباب نعم نساهم بنفس الوقت بمواجهة التحديات الأساسية أمام المجتمع الأردني ومنها الفقر والبطالة وفيه مبادرات كثيرة موجهة نحو محاربة الفقر والبطالة بنفس الوقت نعم نساهم بدعم المرأة الأردنية وأنا دائما بقوله بالإنجليزي بقوله woman empowerment تمكين المرأة أنا دائما بقول أنه إحنا مش بس بدنا تمكين المرأة إحنا بدنا فتح المجال للمرأة المرأة الأردنية قادرة على أنها تنجز وقادرة على أنها تعطي ويمكن قدراتها في كثير من المجالات تفوق قدرات الرجال إحنا بدنا نفتح لهم المجال نثق بهاي القدرات ونعطيهم المجال أنهم ينجزوا وأنهم يحققوا أحلامهم وطموحاتهم فتمكين المرأة كمان أخذ جزء وحيز من المسؤولية الاجتماعية الخاصة بزين وبالذات خارج العاصمة عمان فهذه من مجموعة من القطاعات المغطيها ومجموعة من المشاريع اللي نقوم فيها ما بدي أنسى دعم زين للحركة الأدبية الثقافية الفنية الإعلامية والمبادرات المجتمعية اللي بالأردن تقريبا إحنا شريك استراتيجي لأكثر لأكثر لمجموعة كبيرة من هاي المبادرات إذا مش أكثرها وعن طريقكم بقول إنه إحنا عنا قسم خاص بطلاب الجامعات داخل زين وفي مجموعة كبيرة من طلاب الجامعات اللي بيتدربوا وبيشتغلوا بزين ومن أهلهم لسوق العمل ما بعد زين ونسبة التوظيف عندهم تقريبا مئة بالمئة بعد التخرج بسبب الفترة اللي بيقدوها بزين عنا مئات من طلبة الجامعات المرتبطين بزين مؤخرا زارني صراحة شاب صغير عمره 9 سنين وتحدث معي عن مبادرة خدمة المجتمعية أسسها هو بنفسه فهذا خلانا هو ومجموعة من أصدقائه اللي إحنا قابلناهم خلونا نفكر بمبادرة جديدة رح نطلقها قريبا وبحب أتحدث عنها من خلالكم رح نطلق مبادرة هي مبادرة الرياديين الصغار مجتمع الرياديين الصغار الأردني اللي هي بالإنجليزي اسمها ياس جو يونج انتبنور سوسيتيوف جوردن وهي ستشمل الأطفال من عمره 9 سنين لـ 14 سنة نخلق لهم مجتمع نشط داخل المجتمع الأردني ونعزز مهاراتهم وقدراتهم ونجهزهم للمستقبل إن شاء الله نعم دكتور سنعود للحديث عن هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامجكم أسواق وضيف الحلقة لهذا الأسبوع الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن الدكتور أحمد هنانده دكتور تحدثنا قبل الفاصل عن مجتمع الرياديين الصغار نعم هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟ الحقيقة زي ما قلت لك من تجربتنا مع زين الشباب وهو القسم الخاص بطلاب الجامعات بشركة زين اللي بنضمله طلاب الجامعات وبيعملوا داخل زين لدينا أنه إحنا لازم نوسع تغطيتنا لنضم العمر اللي ما قبل الجامعة فقررنا بإنشاء مجتمع الرياديين الصغار الأردني اللي حنسميه يزجو Young Entrepreneurs of Jordan Young Entrepreneurs Society of Jordan رح يضم الأطفال من عمر تسع سنين لأربعة عشر سنة رح ناخد معهم شوي 16 و 17 سنة لأغراض قيادة الفريق لأنهم مفكرين أن الفريق يقود نفسه بنفسه ويكون عنده مجلس إدارة خاص فيه يحدد رح يكون دورهم مجتمعي بخدمة المجتمع رح يكون لهم دور ثقافي رح يكون لهم دور بسد الفجوة ما بين الأجيال وفئات المجتمعية المختلفة من نفس العمر فبالتالي رح يكون في عندهم مصابقات رح يكون في عندهم جلسات حوارية رح يكون في عندهم ضيوف يتحدثوا معهم ورح يكون في عندهم مشاريعهم الخاصة اللي بيقوموا فيها ومنهدف منها أنه نوسع نشاطهم ليغطي كل محافظات المملكة ورح يكون بنفس الوقت في عندهم مصابقات ريادية لأفكارهم الإبداعية سواء كانت في خدمة المجتمع أو حتى الأفكار الإبداعية لأنه عم نشوف من العمار الصغيرة فرص مخيفة بحكم أنه هذا بنسميه جيل المعرفة الجيل المطلع أكثر من غيره جيل كل إحنا على فكرة معلومة مهمة كل ما زاد استخدام الإنترنت كل ما زاد حب المعرفة كل ما زاد التعلق بالتكنولوجيا كل ما توسعت المدارك كل ما زاد مفهوم الريادة وترسخ مفهوم الريادة أكثر مفهوم الريادة لازم يترسخ بهذا العمر لازم يتقوى بهذا العمر لازم ينسقل بهذا العمر ولازم يتم احتضانه بهذا العمر مشان نتأكد أنه لما يروحوا عالجامعات ويتخرجوا من الجامعات راح نشوف منهم إن شاء الله شيء أكبر دكتور ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات أو المعيقات التي يجب إيجاد حلول جدرية لها بالأردن بشكل بالقطاع الاتصالات بشكل عام عالميا عم بيواجه عملية التحول والتغير في سلوك الأفراد وتنويع الاستثمار ليشمل خدمات القيم المضافة وإثراء تجربة العملاء مع الشركة في الأردن عم نواجه صراحة مجموعة من التحديات منها الضريبية والعبء الضريبي الكبير على قطاع الاتصالات عم نواجه النظرة التي نعتبرها من طرفنا سلبية تجاه قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات يرباح فلازم ناخد منه قطاع الاتصالات عائده الاستثماري لا يختلف عن عائد الاستثماري لأي قطاع عامل بالأردن فلازم نطلع على القطاع بحجم مساهمته بالناتج القومي الإجمالي بحجم مساهمته في التنمية حجم مساهمته في التطور الاقتصادي حجم مساهمته في دعم المجتمع الأردني وحجم مساهمته في توفير الوظائف ومحاربة مشكلة البطالة ما نطلع على مساهمة القطاع ما نطلع على ربحية كرقم مطلق للقطاع ونطلع على استثمار هذا القطاع ونطلع على قد يساهم بالتنمية الاقتصادية بالبلد أكثر من 85% من إرادات قطاع الاتصالات تعود للخزينة أو تعود للاقتصاد الأردني بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن أعطى أن القطاع وصل لمرحلة أصبح مثقل بالرسوم والضرائب وأصبح مثقل بالتعامل معه كجدار الاستنادي الذي يتعكز عليه كل ما وجهتنا مشكلة اقتصادية هذا القطاع بحاجة أنه يستمر بالنمو بحاجة أنه يستمر بالاستثمار بحاجة أنه يكون شريك استراتيجي مهم في عملية التنمية المستدامة أهم قطاع هو قطاع تكنولوجيا المعلومات أهم عنصر بقطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع الاتصالات واللي مطلوب في المرحلة القادمة لنحقق عملية التحول هو أنه يستمر قصة نجاح هذا القطاع ما نفشل هذا القطاع بقرارات اقتصادية سريعة زمان صار فيه مجموعة من القرارات وقلنا أنه معليه يعني اليوم الله يعينهم التحديات كبيرة والقرارات لازم تكون سريعة تفهمنا الموضوع ولكن اليوم بعد تجربة لازم نستفيد من القرارات اللي ما جابت نتيجة وما نرجع ناخد نفس القرار مرة تانية هاي من التحديات المواجهة بالأردن المنافسة السلبية عم نواجه تحديات كبيرة في فرق بين التنافسية وفي فرق بين التنافسية لما توصل للحدود السلبية بتصير مدمرة لهذا القطاع بدنا نعرف أن هذا القطاع بيوفر أكثر من يمكن عشر تلاف وظيفة مباشرة بيوفر أكثر من خمسة عشر ألف لعشرين ألف وظيفة غير مباشرة بيورد للخزينة حجم كبير من إرادات الخزينة السنوية فبالتالي لازم اليوم نحافظ على هذا القطاع وإرادات هذا القطاع ومساهماته وما نكتلها سواء كان بإدارة منافسته أو بإدارة تنافسيته أو بالعبئ اللي منحطه على هذا القطاع نعم دكتور الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات من الاستثمارات التي تحتاج إلى وضع خطط مستقبلية طويلة الأمد كيف تقيم هذا النوع من الاستثمار في الأردن قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات اللي نحن نسميها بالإنجليزي Green Zone Green Field قطاع واحد قطاع باستوعب العديد من الاستثمارات قطاع استثماراته مجدية عوائد الاستثمارية تبعه راح تكون ممتازة لأنه نحن نتميز بالأردن بالعنصر البشري زي ما حكينا أول شي بزلالة الملكة زمان حكت جملة أنا كثير بحبها وكثير بستخدمها بالحديث عن الأردن لأنه وصف دقيق لمصادر الطبيعية الأردنية قالت إنه إحنا مصادرنا مش تحت الأرض مصادرنا فوق الأرض بتمشي فوق الأرض وطموحها السماء هذا شبابنا الأردني هاي المصادر اللي موجودة عنا بالأردن اليوم كل الاستثمارات اللي بالدنيا إذا ما فيه العنصر البشري المناسب اللي بقدر ينجح هذا الاستثمار هذا الاستثمار بيفشل فبالتالي عنا أهم مقومات النجاح في قطاع تكليونجي المعلومات وعنا فرص استثمارية كبيرة بهمنا إنه تكون بيئتنا حاضنة للاستثمار مش طالدة للاستثمار بهمنا إنه تكون بيئتنا مريحة للاستثمار بهمنا إنه تكون بيئة مستقرة للمستثمر لكي نستمر في استثمارهم بالأردن ويحققوا عوائدهم المجدية بالأردن لكي يرجعوا مستثمرين جدد يدخلوا على الأردن بالذات في قطاع تكليوجيا المعلومات في مجموعة كبيرة من القرارات التي تم اتخاذها من هيئة الاستثمار بتخص قطاع تكليوجيا المعلومات ويكون لها في المستقبل أثر إيجابي في جذب العديد من الاستثمارات للأردن في قطاع تكليوجيا بهمنا أنه إحنا كإعلام وكشعب وكقطاع خاص وكحكومة أن نحافظ على هذه المستثمارات ما نطلطها أكيد دكتور التشاركية بين القطاع العام والخاص هل هو مطبق في قطاع الاتصالات؟ يعني في تشاركية بالنقاش ولكن ليس باتخاذ القرار يعني ما بدي أكون سلبي الجو العام مش كثير سلبي يعني فيه إيجابية وفيه سلبية ما أظن أنه إحنا قدرنا نحقق التشاركية لغاية الآن بالذات في قطاع الاتصالات بحكم القرارات اللي عم نشوفها يعني القرارات اللي عم تطلع عكس اللي إحنا منقترحه وعكس اللي إحنا منحكيه وعكس التحليل اللي إحنا منسويها فمبدأ التشاركية بشكل عام ما أظن ولا أعتقد أنه مطبق بشكل صحيح ولا قدرنا نوصل للمرحلة المناسبة من التشاركية المنتجة والقادرة نعم فيه معوقات ولكن فيه محاولات وبالتالي نحن أخذ المحاولات هي العنصر الإيجابي بالموضوع وإن شاء الله أنه تتطور لتكون تشاركية بشكلها الصحيح بشكلها المعقول بشكلها المنتج والقادر على دعم عملية التنمية والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي والتحول الرقمي بالنسبة للوقت ما مدى مساهمة الخسخصة في زيادة إنتاجية ونجاح بعض الشركات؟ اليوم أنا أعطيكي مثال قطاع الاتصالات في مفهوم خاطئ بقول قطاع الاتصالات خسخص قطاع الاتصالات بسموها مشغلين لايثموها شركات ليه مشغلين لأننا نأخذ رخصة مؤقتة منbildung ونشغل الترددات فمنشتري الهواء ونركب البنية التحتية الاستثمار الأكبر الذي هو البنية التحتية وننتفع الهواء ونركبride البنية التحتية ونبدأを نقدم خدمات الاتصالات اليوم شركة الأكبر في هذا القطاع هو الخزينة لأن الخزينة تحصل على أكثر من 55% من إرادات هذا القطاع بشكل ضرائب فبالتالي اليوم البنية التحتية كأبراج مملوكة للشركات الترددات ممنوحة بموجب ترخيص 15 سنة ولكن فيه كمان 55% من الإرادة بتروح بشكل مباشر للخزينة وفيه كمان 30% إلى 35% من الإرادة بتروح بشكل غير مباشر للإقتصاد فبالتالي اليوم الخصخصة بمعنى مفهوم بقطاعات كثيرة بمفهوم الخصخصة المنتجة هي منتجة اللي صار بقطاع الاتصالات إذا أنتوا بتسموه خصخصة ويندرج تحت مفهوم الخصخصة فهو كان منتج إذا مناخد ما قبل وما بعد منلاقي تطور هائل منلاقي إرادات هائلة منلاقي نمو هائل منلاقي تطور كبير بالخدمات الأسعار أصبحت في متناول الجميع نسبة الانتشار زادت هذا بصير بكل أنا بفضل أن الحكومة بالمشاريع التنموية بالذات أن يكون فيه نوع من الاعتماد على خطاع الخاص أن الخطاع الخاص عنده خبرات عنده إمكانيات عنده قدرات مالية وعنده القدرة أنه يحدث الفرق والتنمية في الأردن وعنده القدرة أنه يساهم في التنمية الاقتصادية في الأردن ولكن لابد أنه نثق بالقطاع الخاص لابد أنه ندعم القطاع الخاص ولابد أنه نحقق التشاركية التي سألتني عنها بشكل هذا الصحيح والتشاركية لازم تكون واضحة ومفهومة للمواطن الأردني لأنه اليوم بهمنا أن المواطن الأردني يكون مطلع تماما على تفاصيل هذه التشاركية ومطلع تماما على إنجازات هذه التشاركية والحقيقة أنه لازم يكون جزء من دعم هذه التشاركية لأنها تعود بالنفع على المجتمع الأردني بالنهاية نعم دكتور أحمد الهناند أريد منك بنهاية رسالة تريد أن توجهها للمواطن الأردني ولزبائنكم وخصوصا الشباب الحقيقة أنا رسالتي هاي الأيام أكثرها بتتمحور حولين الإيجابية الإيجابية ثم الإيجابية ثم الإيجابية اليوم في مثل بالإنجليزي بيقول أنه nothing bad ever lost اللي هو ما فيش سيء بدوم مقابله في مثل بيقول nothing good ever lost معنا ما فيش جيد بدوم إحنا بدنا نفكر أنه ما فيش سيء بدوم ما بدنا نفكر أنه ما فيش جيد بدوم فاجتياز المرحلة بتطلب تكاتف جهود اجتياز المرحلة بتطلب التفاؤل اجتياز المرحلة بتطلب الإيجابية اجتياز المرحلة بتطلب التعاون المشترك بين كل الأطراف المرحلة المقبلة تتطلب وضع الأردن واستقرار الأردن وسيادة الأردن وأمان الأردن كأولوية أولى لجميع الأطراف ما في مجال للانتصالات الشخصية اليوم في الأردن في مجال لبناء لأنه اليوم نبني لأولادنا نحن كلياتنا لازم نفكر أنه نبني لأولادنا منتعب ونقول بدنا نوفر لتعليمهم ونتعب ونقول بدنا ياهم أحسن ناس بالدنيا أحسن شيء ممكن نعمل لأولادنا اليوم أنه ندير بالنا على بلدنا بإيجابية بتفاؤل وبعزم وبإصرار لأنه هدول إحنا هيك الأردنية بدنا ننضلنا هيك نعم دكتور أحمد الهناندر الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن شكرا لوجودك معنا في برنامج أسواق وشكرا لتحليلك ونقاشك شكرا جزيلا شكرا ستيا الله عافية وأنتم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء شكرا للمشاهدة